اهلا بحضراتكم من جديد يمكن هنسيب كرة الياد هنروح نشوف اخبار كرة تتسلج والنادي الاهلي طبعا انتعارفين النادي الاهلي فاز بدور المرتبط وبيستعد للكاس او بيلعب في الكاس وكمان مباراة السوبر طبعا بتاعت المسلم اللي فادت لها بيوم 26 الشهر الجاري يمكن النادي الاهلي فاز على شراء الدخان في دور الستاشر في كأس مصر وتأهل دور التمانية ان شاء الله عشان طبعا يلاقي اللي هيفوز من اصحاب الجياد ونادي الابرهامية في دور التمانية يمكن المباراة يعني اتلعبت وخلصت النتيجة الاهلي وشالد دخان واحد وتمانين اربعة واربعين كانت اشرف توفيق تطمن على كل اللعيبة المطش كانت لعب مبارح على صالة شالد دخان بالهرب يعني بره بلعبنا ولكن كوتش اشرف لعب كل اللعيبة تطمن على اللعيبة حتى المصابين اللي رجعوا من كورونا لعبه فالحقيقة كانت فرصة كويسة جدا ان النادي الاهلي يختبر كل مفاتيحه ويحاول تاني يزبط الدنيا يعني كان فيه لعيبة مصابة وراجعة وفيه لعيبة موجودة من زمان فكان لازم كله يبقى مصطرة واحدة فالمطش ده كان مهم جدا